هل تبحث عن قدوة تحفزك على التحلي بمكارم الأخلاق؟ لا تذهب بعيدا فدونك أنبياء الله ورسله قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فمن أخلاقهم الأمانة فكل نبي قال لقومه إني لكم رسول أمين أي أمين فيما بعثني الله به أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها ومنها الصدق فالأنبياء لا يكذبون لا في أخبارهم ولا في وعودهم قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ومنها الصبر على ما يلقون في تبليغ الدعوة من الأذى قال تعالى وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ ومنها الوفاء حتى مع الأعداء قال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وسألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وهذه صفة نبي ومنها الرحمة واللين والحكمة في البلاغ والتبيين حتى مع العتات المتجبرين قال تعالى لموسى وهارون عليهم السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فأمرهما أن تكون دعوتهما له بكلام رقيق اللي قريب سهل ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع ومنها التقوى والصلاة فالنبي أول الناس عملا بما يأمر به كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب لذلك فالأنبياء هم القدوة الصالحة للناس عبر الأجيال وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ترجمة نانسي قنقر